وما زالت الدماء تسيل وما زال الجرح ينزف وما زال كل مؤمن وكل مؤمنة وكل حر وكل إنسان مش بس مسلم إنسانيته بخير يعني عنده إنسانية ما زال الجميع يتألم لما يجري على أرض فلسطين وبتلاقي المنصفين وبتلاقي المجرمين وبتلاقي اللي آذانهم صمة وقلوبهم غلفة وأعينهم عمية واللي عملين نفسهم مش واخدين بالهم لكن على قد اللي بيجرى شوف على قد اللي بيجرى على أرض فلسطين ويقلم زي ما قلنا مش بس كل مؤمن أو كل مؤمنة لا كل إنسان حر كل إنسان عنده إنسانية فطرته لسه بخير يعني وإن كان ده بيحدث وبيسبب لنا ألما لكن قلت لحضراتكم من قبل أيها المشاهدون الأكارم إنه لما ربنا يقول فإن مع العسر يسرا يبقى فعلا في يسر لما ربنا يقول ألا إن نصر الله قريب لا يبقى نصر الله قريب لما ربنا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يبقى الظالم لن يفلت بفعلته شوف إحنا عندنا يقين لا يتزحزح تجاه هذا الملف أو هذه الجزئية إنه المظلوم هيخد حقه طبعا طبعا حتى المظلوم لو ما بيزجدش لربنا ولو ما بيركعش ولا يعرفش ربنا أصلا لا لا ده دعوة المظلوم يرفع الله فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء يا حضرات دعوة المظلوم ويقسم ربنا يقول وعزتي وجلالي بيقسم ربنا لأنصرنك ولو بعد حين النصر قاد لا محالة فإحنا عارفين ده يعني أمال إحنا بنتألم زي إيه زي النبي مقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم ولا محزنون نبي حزين على فراق ابنه إبراهيم كان عنده سنة ست شهور 18 شهر سنة وست شهور وبعدين يا سيدنا النبي قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه رجعون لا إحنا راضيين ده قضاء ربنا آه ده قضاء ربنا إحنا إحنا مؤمنين وفي صراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وفي الصراع ما بين الحق والباطل ربنا بيتخذ شهداء بيكرم ناس كده بالشهداء في سبيله وقال لنا خدوا بالكم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة ده أجالي حضرات شفت الطفل اللي مات وهو عمره ده أجاله أجاله يا سبحان الله بس أراد الله تبارك وتعالى شفت الست اللي عملت إيه شفت اللي راح كام امرأة دول شهداء 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 دول شهداء أمال إيه اللي بيحزن بجد إذا كنا بنحزن للبطش والخراب والدمار اللي بيقوم بيه العدو الصهيوني اللي لا عنده لملة ولا دين لأنه ما فيش دين يقول كده أصلا دين إيه ما فيش عرف ولا أخلاق إنسانية تقول كده تقول تدمير وقتل الأبرياء يعني ده ربنا بيقول ولا تفسده في الأرض يا أخي الكريم ويا أخت الكريمة ده اللي هيقتل عصفور 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 ده عبثا العصفور هيبقى خصيمه يوم القيامة قدام ربنا يقول له يا ربي ده قتلني عبث يعني بلا فائدة عصفور عصفور فما بالك اللي يقتل نفس بشرية ده النبي بيقول لو أن أهل السماء أهل السماء وأهل الأرض قتلوا إنسان قتلوا مؤمن لأكبهم الله في النار ربنا يدخلوا كلهم جهنم لو قتلوا إنسان أصابوا دم إنسان شوف إزاي لزوالوا الدنيا أنا بيقول كده لزوالوا الدنيا تزول أهونوا عند الله أيوة من إراقة دم مؤمن دم مؤمن دم بني آدم دم بني آدم يعني خبر شوفت قديه الجرم اللي الأعداء بيعملوه خد بها اللي جاي دول بيزعلوك صح؟ عارف اللي يحزننا أكتر إيه؟ بجد إنه يبقى داخل عندك ها ناس معاك معاك وهم من جلدتنا وربما يتكلم بيقال الله وقال الرسول شوف وتحس إنه واقف في صف العدو شكرا للمشاهدة